اهلا بكم امبارح ابو شقة اسمه ده محامي كبير على الفكر محامي كبير اوي محامي كبير اوي وابنه بقى زيطة وهو بقى مستشار للسيسي وعشان كده السيسي مشغلوا ما هو مشغلوا لا يطلق على حد في الدولة دي الا بيشتغل عند السيسي السيسي مشغلوا وكيل مجلس الشيوخ امبارح فجر موجة من الغضب والجدل الكبير بعد تصريحات له اطلقها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اللي طالب فيها ان الدولة تحصل نسبة مئوية اجبارية من مرتب المواطن في الخارج الخبر اهو اهو اطلع بالخبر يا علي الدولة اللي عملته ما تستنى يا علي ما تستنى يا عم انت قالك يجب ان يكون هناك حق للدولة لا انت تسبر السعر على بر بقى لا انت هترسى يا اما انت متعرفش عربي يا اما مش اهمني خلاص يا عم الدولة تطالب بلازب اجبالي هات بس التفاصيل كده اللي يخليك اطلع سيبك محمد العدس ونشط ابو العنين اطلع 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 لذا فاننا نريد قانون بقى منظومة قانونية تنظم هذا الامر قانون وكما ان هناك قوانين تنظم العمل في الداخل نريد قوانين حاكمة لمن يعمل بالخارج يعني انت شغال برا تفاكر نفسك كده لا ده احنا اللي صرفنا عليك معلمناكش يا اهلا تصريحات ابو شقة عمل التفاعل كبير جدا على سيشان ميديا وكل الناس كانت رفضة الفكرة دي على فكرة انا طلعت كمان فيديو على القصة دي والجميع اكد ان المغتربين سابوا البلد عشان ملاقوش فرص عمل مناسبة زي ما قالت سلوى سلوى قالت ايه بقى قالت اطلع يا سلوى ما تكسفيش سلوى قالت ليه هو متعلم بفلوس ومتغرب عشان البلد للأسف لم تجد له عمل براتب مناسب يكفيه ويسايب اهله وبيته عشان يكون مبلغ يقدر يعيش بيه لما يرجع اتقوا الله في الناس سيبوهم في حالهم مش ممكن اللي بيحصل هنا ليمكن يحصل في بلد تاني انتم ما نكونش غير جيب المواطن والتبرعات والضرائب والديون وبقى الأصول وبعدين نعوم نعوم العملة وبعدين الغالة في الأسعار والمسلسل شغال على طول ولسه بعد كل ده ما ينفعش تحسن ده موضوع مش ينتهي مش بينتهي ولا ولا له آخر دي سلوة عبد الكريم حلمي دولة شحاتة مش دولة محمد شحاتة يعني دولة شحاتة عايزة تقسم الناس في أرزاقها ده اللي كاتها بابو أحمد قال عايزين تاخدوا كل حاجة عايزين تاخدوا جزء مرتبات العاملين في الخارج دولة شحاتة عايزة تقسم الناس فأرزاقها بدل ما تدوروا على سبل دعم الاقتصاد وجلب موارد للدولة عايزين تاخدوا مرتبات اللي طالع عينيهم كمان اللي في الخارج مش هيدفعوا للكفيل لأنهم مش تقين زي يقول حسن حسن يقول تصدق بالله اللي في الخارج مش معهم يدفعوا للكفيل عشان تدفعهم انت تاني أما عادل فقال إن الدولة أصلا ما دفعت ليش مليم وتعليمي كله بين جيبي فعايزني كمان ندفع له للدولة دلوقتي ده اللي قالوا الراجل ده قالوا قد تعلمت من عرق جبيني وكانت الدولة بتاخد نسبة سنوية رسوم سنوية زي قص مدرسي كذلك الجامعة ولما درسنا في الخاص لم تدفع الدولة أي مبلغ مهما كانت لنعيش وندرس بل كنا نعمل ونكد لنتأمين رسوم الجامعة فماذا يريد هذا الشيخ أن ندفع للدولة وعلى العموم كافة الإيرادات ترجع للأهل وبالتالي للدولة أم يريد الموطنين أن يبقوا في الخارج ولا يعودون إلى بلدهم من الذي يفتي ولماذا ده اللي قاله عادل أهبهاء ده طيب لو عقد الدولة لعقدة انتهى الدولة أتعوضنا ده إيه ده اللي كتب واحد اسمه محمد قالوا تمن الغربة دي عن أهله وعائلته مين يعوضوا عنه وفي حالة إنهاء عادل هل تطلع الدولة بتعويض ولا أنتم لكم في الرابحة بس اتقوا الله في الشعب أنا محمد يحي واحد بقى لك أو بهاء بقى ده اللي عايز ياخد من غلابة الشائعين في الوص بيقبض ملايين وبيتهرب من الضرائب مش رأي ده أبو أبو شقة ده كان رأي حمدي حمدي قال لك أهو بهاء ده بقى بيقبض ملايين وبيتهرب من الضرائب كل سنة وتلاقي عليه كلهم أصحاب مراكز عليا هو اللي بيتهرب من الضرائب ده عايز الشاب الشائعين اللي طالع عينه وأهله برة وساب عياله ومراته وأهله ويمكن بينام من غير عشاء يدفع جزء من مرتبه عشان يتعلم في الدولة طب أقسم بالله أوسخ تعليم يا أبو شقة واللي تعلمناه لا بنشتغل بيه ولا بنعمل بيه في أم الدولة بتاع السيادة تجدي استنى يا حمدي حمدي فاتحي استنى عارف إن ابن بها أبو شقة برضو كان شغال مع السيسي وقال لازال شغال مع السيسي يعني بها أبو شقة نفسه وكيل مجلس الشيوخ دور كده يا علي على ابنه عشان بس حمدي يعرف ابن بها أبو شقة بيشتغل إيه أو الله فهي برضو من عيل الملكة من الطبق اللي حاكمه فأنت ما يبعدش بعيد ابنه شغال في حاجة جنبه برضو على أي حال قدامي الهجوم الكاسح ده ما عارفش علي حالته النهاردة وحشة قدامي الهجوم الكاسح ده بتاع أبو شقة طلع أبو شقة نفع كلام وقال لك إن كلامي تم تحريفه وإنه أو طلعه من هو محمد أبو شقة المسشر القانوني لحملة السيسي أيوة كده أيوة كده أحبك كده في إيطار ما سبق وعننته خلال جلسة قنامين وطمر حكاية وطن كذا لمنصب رئيس الجمهورية تم اختار السفير محمود كارم أنا عارف محمود كارم ده ابن كارم محمود والله العظيم ابن كارم محمود المغني وقال فكرة ستحيله جدا وكان شغال سفيرنا في اليابان وأنا هو نعرف بعض الكواس قوي على جنب كده مهم يعني منسق عامل الحمدين دكتور محمد أبو شقة موسط قانوني ومتحدث ها تخيل ده بحمد أبو شقة نجل المستشار بها أبو شقة محمد بقى المستشار القانوني للسيسي عرفت بقى حمدي يا فاتحي حمدة ده بقى ده المستشار القانوني للسيسي ابن بها أبو شقة عرفت بقى وبنته في الموضوع برضو عشانبعد كتير ليه هنبعد كتير ليه ابنة أبو شقة وحاني رمزي أبرزهم وجوه عائلية بانتخابات النواب عشرين عشرين بنته ايه أما ليه أستاذ اهي ابنة أميرة اه هي أميرة أميرة بها أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية يعني أميرة دخلت انتخابات عشرين عشرين ابن محمد كان مستشار السيسي في حملته الانتخابية عيلة بعضينا في بعضينا كده المهم يعني لما الحملة دي على بها أبو شقة كانت جامدة طلع قال لا الناس فيمتني غلط اسمع أنك لم تطالب بتحصيل ولو كان هذا الكلام حتى كنت أقول أنا إلا أنه وهادك حدث إنما لم يحدث أساسا ده احنا بنحافظ على الممتلك أموال المصريين الكادين الكادعين في الكارج بأن نكون أمام ضمانات قانونية بتحافظ على أموالهم وكيف هذه الأموال عندما يريدوا نقلها يعني أنت يا عم بها ما قلتش الكلام ده تاني ما قلتش يا علي الله يخليك رجع لي لم يحدث تاني رجع لي قال له قال له أنت ما قلتش كده قال له لم يحدث إيه يا رجع أنك لم تطالب بتحصيل ولو كان هذا الكلام حضر كنت أقول أنا إلا أن ألا بس يعني ما حصلش تب ليه كده يا عم بها ده أنت رجل كبير وكنت سكرتية حزب الوافد وأميرة بنتك هتقول لها إيه مش على رأي الرجل المطرب حمدي اسمه إيه ده حمدي نسيت اسمه والله إيه يا رجل أنت ده عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده كلمني طمني طبعا أنا مش هنجيبها خبر زي ما عمل عمر كده ده فيديو العيال بتوع الإعداد يا بها راح وجاب لك فيديو اسمع كده الفيديو يعني قلت يا بها أهو قلت أهو ما لأنكرت ليه مع مد أدي أعمر أديب قلت أني عايزين ننظمها قانونا طلع مع مد أديب مع عمر أديب قلت لك ما حصلش ما قولتش عادي الناس بيجي حقوي أيوة كده عشان الكلام يحلو نشوف بقى لتنين مع بعض بهاء وهو بيكتب وبهاء وهو بيقول أهو نشوفه كده مع بعض أنك لم تطالب بتحصيل ولو كان هذا الكلام حتى كنت أقول لأنه لم يحدث أساسا يكون حق نتالى بنزل يمتلك بقفة الخالي حلوتك يا بابو قالك نسبة مقاوية مما يحصي المواطن في الخارج هنا مع عمر أديب قالك لم يحدث ولو قلت كنت أقول إيه بهاء على رأي حمدي باتشان في الأغنية اللي أنا بحبها إيه يا راجل أنت ده عيب عليك في السن ده يطلع منك كل ده كلمني طب مني إزاي بهاء كده ده الفيديو موجود ده أنت بتقول في الفيديو رسمي إزاي تطلع كده تيجزب وتقول لا ما حصلش لم يحدث هات كده التويتر عالي أنت بتقولها كده أنت كنت بتقول لي تويتر معلش أنا كنت سامعك تخيل عيب عيب جد عيب جد عيب راجل في مقام وسن بهاء أبو شقة وكيل لمجلس الشيوخ طلع قال في الجلسة العامة ناخد نسبة من داخل المصين في الخارج وإن نقنانها بقانون ويطلع مع عمر أديب ينكر وإيه لك لا ما حصلش تم الفيديو موسيقى